السلام عليكم وعليكم السلام الأخ وإلى أغاية الحمد لله سؤال عليك الحمد لله الموضوع تعنا هو الدراسة عن بعد والدراسة التقليدية يعني ماذا تفضل الدراسة عن بعد اللي هي أون لين ولا الدراسة التقليدية يعني يحضروا الحصص وانت واش تشوف احنا نتمنى يعني نتقال الحصص العادية يعني الحضور في القسم يعني عنده نتيجة وعنده صادة ومواجهة الأستاذ يعني وتكون هناك منافسة بين يعني التلاميذ ولكن عن بعد هذه أظن أنها المستوى العالي ممكن المستوى العالي تانوي أو جميع ممكن عن بعد لأن المستوى الفكري يعني عالي ممكن ولكن هنا نفضل الدراسة العادية حبيبي هنا نفضل الدراسة التقليدية بسكو قرأوها والدينا وقرأنا احنا بسكو التقليدية هذيك تخليك مفهم ترباويك تربيك وتواعيك تعضوك هذيك هذيك عن بعد وبك شي دير هيتها تغديه برك بسكو غدوة أخر يتخرج ملقاواله أنا سأشغل واحد براتيك واحد براتيك يدير ستاج واحد يدير تطبيقتي تطبيقتي وبراتيك بلدين ماشي كيف كيف لأخو رأي فهمها في الرأس والأخو فهمها بلدين أنا جب لي فانولوا التقليدية خير والله أغنولوا التقليدية كما كنا في عصر تكنولوجيا ما تشوف بلدين أفضل من التقليدية اسمح لي تكنولوجيا رأي قاس الجامعة سأنتدو كدير هذا قاعدتك أونليان روحه والتقليدين بعد حنا كنا مسكو ما يقدرش ومدخلتهم قليل كله يقص يخلص الجملائين حكي حتى لسبعة دولة أخوص الجنس إذن أدو ثلاثة دولة أخوص كيف شهادة مستخدمة يجب لي هجر ما يقدرش هماتوا هنا في الفان فضلون من التقليدية نقولون من التقليدية ولكن كنت تقليدية الأستاذ بكري بالخصوص هذا نشكل أساته ديديا وليلي قررمني صدقني تقليدي كان يقررون ويعون ويربونه دكتكو عن بعد ما كش تربية كان غير وعي غير وعتفكر مهم الدراسة عن بعد وسيلة حديثة تكون مليحة أنك ما تضيعش الوقت في الطريق خلتش نشوفوا كي روحوا كيني دي بلاصي وبعد الولايات بش يروح يديروا دوارات يروح يديروا لكورتا وحهم ثم الوسيلة تتقرأ أونلين هي وسيلة تسهل لك للدراسة صورتولي بدل ما يقدروش يقرأوا وحدهم لازم لهم أستاد يفهمهم يطل لهم دي بوان يطل لهم ديكزرسيز زيادة ثم وسيلة ناجعة جدا في دراسة أنا نفضل من الأفضل دراسة عبر الحصص الدراسة عبر الحصص تومت النصف الدراسة والعلم اللي يكون عند الإنسان لأن الدراسة عن قرب يكون هناك تناسق بين الأستاد والتلميذ في الأفكار كما يقول لك احنا بالعامية اللي بعيد على العلم وبعيد على القلب مام على الأفكار سي بورسا الإنسان كيكون قدام المعلم التاعو رح يرفض الأفكار بطريقة أفضل دراسة عن بعد يكونوا فيها بزاف تشتيتات من هذه تشتيتات مثلا إنسان وشايد بي سي تاعوه لتليفون يقدر يكون يقرأ من يوم بعدك يدور بلك يدخل ميسانجر بلك يدخل حاجة واخده خلال على هذه الدراسة عن قرب تفتح رأس الإنسان وذهنه